اشتركوا في القناة وجعلها تعمل بالشكل الطبيعي ويتم فيها وضع تقنيات مراقبة متعددة والهدف هو عمل مسيطة بحيث عندما يقوم المخترقين باختراق هذه الشبكة فيتم محاولة اكتشاف منهم واذا كان هناك هجمات جديدة يتم اكتشافها ودراستها لمعرفتها ومن ثم معرفة كيفية التسطيلها الشركات المتخصصة في الحلول الامنية غالبا بتقوم بانشاء الهانيبوت للتعرف على الهجمات الجديدة والاساليب التي يتبعها المخترقين وذلك لتحديث حلولهم الامنية للتسطيلهم كذلك قد تقوم شركات بعمل الهانيبوت كطبقة امنية بحيث يتم توجيه المهاجمين اليها وحماية الشبكة الحقيقية كذلك تعتبر الهانيبوت اتاه لكشف هويات المخترقين وجمع الادلة لمحاسبتهم قانونيا ولكن يجب الانتباه الى نقطة ان الهانيبوت عندما يتم تنفيذها مثلا على بحيث انها تكون بجانب شبكة حقيقية تعمل فيجب هنا ان لا يتم عملها الا من قبل شركات متخصصة في حماية امن المعلومات او يعني يوجد كادر قوي ومتخصص في بناء الهانيبوت لانه لو تم بناء الهانيبوت بجانب شبكة اخرى تكون شبكة خاصة بالعمل فقد لم يكن من يقوم بانشاءها متخصصين فالذي يحدث انه قد يدخل فيها المهاجم وقد يتمكن من خلال الهانيبوت اختراقها والوصول الى الشبكة الحقيقية الموجودة خلف الهانيبوت فانت بذلك تكون جذبت المخترقين الى الهانيبوت ولكن مكنتهم من الوصول الى الشبكة الحقيقية اذا الهانيبوت زي ما ذكرنا بتساعد الشركات الحماية انها تكتشف الهجمات الجديدة تساعد ايضا في تحديد هويات المخترقين لمحاسبتهم قانونيا وكذلك من الممكن ان بعض الشركات تعملها كطبقة امنية وحماية ولكن مثل ما ذكرنا يجب من يقوم بانشاءها وادارتها من المتخصصين وليس مثلا متخصصين حماية لكن درجات منخفضة فمثل ما ذكرنا قد تكون الهانيبوت بوابة لدخول المهاجمين الى الشبكة الحقيقية اشتركوا في القناة